هذا وأكد وفد الشعبة البرلمانية المشاركة في أعمال اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن الجمعية الثانية والأربعين بعد المياه للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة عن الإجراءات التي اتخذتها البحرين لمواجهة كوفيد-19 ساهمت في تقليل الأضرار التي نتجت عن الفيروس واجأت متطابقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد عن بعد أمس بمشاركة سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النأب الثاني لرئيس مجلس الشورى والذي تم خلاله النقاش حول الموضوع العام للجمعية وهو التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل دور البرلمانات وأكدت سعادتها أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة الموقرة لاقت تجاوبا كبيرا من المجتمع البحريني الذي كانت داعما لها مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة جاءت متوازية بحيث ضمنت حماية الأفراد وحماية سلامة المجتمع ومتماشية مع ما دعت إليه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر